موسيقى السلام عليكم هنكلمكم النهاردة عن نبات الجهنمية نبات الجهنمية او البوجاين فيليا هو الاسم العلمي بتاعها نبات جميل ومظهر وبيسموها برضو المجنونة طبعا بيسموها هموا بيسموها المجنونة دي لان شكلها وهي بتمدد الافرع بتاعتها بتكون افرع بتروح هنا وافرع بتروح هنا لكل مكان فعشان كده طلع اسم المجنونة نبات الجهنمية هي نبات جميل شكله جميل زي ما نشايفين هو شكله روعة من الحاجات الجميلة اللي بتبقى في المزارع او في البيوت بيزرعوها في قصص كبيرة شوية بحطوها في البلكونات الميزة بتاعتها ان في منها انواع متقزمة يعني الشجرة ما تجبرش قوي يعني الشجرة تبقى متقزمة ومظهرة نبات جميلة اظهروا جميلة اظهروا في الاصفر والاحمر والابيض والبنك اظهر لون بنك وفي البنافسية كمان منها وبعدين هي عشان تظهر لازم اهم حاجة يكون فيه بيئة مشميسة يعني لازم يكون فيه شمس على طول لو فيه شمس في اليوم مدة من 6-8 ساعات بيبقى الازهار بتاعتها جميلة طبعا هي الناس كلها كان فيه ناس بتزرعها في الحضايق والجنان بتاعتها وبتشكي ان ما فيش ظهر مع العشزة هي زرعها في مكان ما فيهوش اصلا شمس يعني ما زرعها في مكان في البيت ما فيش شمس يبقى صعب ان انا اخد منها اظهر الساعة لما اجي ازرع الجهنمية ازرعها في قصص او ازرعها اشوف انا عايز ازرعها عشان احدد بها كشجيرة تبقى شكل شجيرة لها اظهر او نبات متسلق يعني ممكن ازرعها كنبات متسلق يطلع ويعلى وهتشوفها في الصور نبات متسلق او كسياج يعني ممكن اعمل بها صور بتاع بيت او صور في جنينة فالسياج ده بيحميه منطقة على منطقة بيفصل منطقة على منطقة وبيكون شكله جميل ومزهر التربة بتاعت الجهنمية بيفضل دايما ان تكون التربة بتاعتها لازم جيدة الصرف يعني لازم تربة جيدة الصرف حلو وبنسمدها اه مرة كل اسبوعين بيسمات سلفات البوتاسيوم بيحط معلاءة كبيرة لكل نبات ممكن اسمد بالنبات المركب اللي هو عشرين 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 والرأي بنريها اه مرتين في الاسبوع او ثلاث مرات مرة او مرتين في الاسبوع ومرة في الشيطة والاضاءة زي ما قلنا محتاجين اضاءة لازم كبيرة يعني لازم فترة طويلة في الاضاءة عشان تظهر وهي في منها بتحط في مراكن وتفضل في المركن دوت اللي هو القصيس يعني اه لمدة خمس ست سنين يعني بتقعد فترة طويلة في المراكن وبتظهر وشكلها جميل جدا واللي بيفضل دايما انا اقلمها عشان ما افرق ما تروحش هنا وهنا كده عشان تبقى حدد الاماكن بتاعت التزهير بتاعتي يبقى في الشجيرة بتاعت اللي انا عايز اعملها وبنحط لو في عندي منشط الجزور بنحط للشجرة منشط للجزور ودي من الحاجات الجميلة اللي هي بتصفضل مظهرة يعني اغلب اه ايام السنة وبتعيش على طول مستديمة وممكن اعمل منها عقل ولو انا عايزين ربي هو هاملكو فيديو عن العقل وازاي تعملوا العقلة والعقلة اه تربيتها سهلة جدا فان شاء الله انا املكو فيديو عنها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته